اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الحمد لله والشكر لله اخيرا اخدت فلوس من اليوتيوب الحمد لله جبل ما نقول لكم هنصرف الفلوس في ايه نشكر الاستاذ عاطف الزهبي لان هو ساعدني كتير ساعدني اول مرة كانت الاعلانات انشالت رح كتب لي القناة بالبطاجة وتاني مرة كان الفيزة الحساب بتاع القناة يتحط على الفيزة فروحت اتصلت بيه بردو انا منتصل بي نكتب على اليوتيوب مصدر عاطف الزهبي وفي لمحة نمرت التليفون بتاعته رحت جايبة رحت جايبة نمرت التليفون وروحت متصل بيه على طوله وقول طوله يا استاذ عاوزا نربط الحساب بتاعي بالفيزة رح جاي لي عندك فيزة وقلتولي لا ما عنديش فيزة جوزي وابني جوزي مش هيعمل ليosos أ Actually سعطته لي امني جلق عاوز من البنك السفتو كوت راح امني الله يكريمه راح اجاب لي السفتو كوت من البنك وراح بعته له وراح رايح رابط الحساب بالفيزا والفلوس نازلة من زمان بس الفيزا بتاعت امني في فلوس مصري وهي جاية بالضرار لما راح رايح امني زابط النهارده الحساب في البنك وراح اجاب لي الفلوس الحمد لله او الف شكري للأستاذ وعلى فكرة يا ستات بندوله القناة بتاعتي بيبعث له اللينج بتاع القناة وكله وبعد كده يخلص الشغل في القناة بنروح مسحها والله وهو بتاع ربنا يعني ومخلص وبتاع ربنا هنقول لكم بجاية ستات هنسرف الفلوس دي في انا كنت عاوزة نشتري حاجة ندبحها ونفرقها يعني جادي او كده ونفرجوا فطبعا عيالي عاوزين فلوس فما رضيش نزعلهم اولا جاب له اي حاجة طلحت مبلغ منهم لوكه لك الكريم لله يعني للناس الغلابة مبلغ فكيته وفرقته وعاوزة بجا ايه رقمني وبتي مصممين عاوزين فلوس يعني امني حودة عاتت له 500 جنيه بتي بس ما عاتتها 500 جنيه ونصيبي بجا ده انا كده عاتت لهم ده نصيبي ده بجا نصيبي ده بجا هن ايه هنشتري لوكه الله برضو جديان زغيرة كده ونربيها ون يعني جادي ندبحه ونفرجه لانهم هم ده الوقت ما يجيبوش حاجة جليلي هنجيب زغير وجدي لنا ومعزة تولدلي هنه 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 هنفرجكم بجا كل ما نشتري هنه اللي انا هنعمله هنفرجكم عليه بس فرحت كتير يا وفرحت كتير الفلوس دي انا تعبتي بها كتير والله فرحت كتير واللي عاوز يعمل قناة يعمل قناة كل الناس بتحمل الستات تشتغل في بيتها يعني اللي مش عاوزين يطلعوا برة يشتغلوا هم من جلب بيتهم بس يعملوا محتوى بتاعهم ما يعملوز زي حد يعني هو اليوتيوب يحب الحاجات الجديدة يعني ما تعملش فيديو زي حد ولا ولا شغل بتاع حد وتتكلمي بتاركتك عادي فلاحي أسكندراني كل الناس على اليوتيوب عادي أولا ما تقوليش لحد من جرائبك طبعا هم مش هيعلموا ولا ياخدوا بالهم انتي ما تقوليش لحد من جرائبك نائي لأنهم بيعودوا يتقوزوا ويعودوا يأخروك الورا وهو ده شغل أنا كنت بنحب تملي نشتغل يعني أنا من قبل الكندا هيت وأنا كنت نربي تيور ونقول نساعد ونكلوا حاجات نجيفة وحاجات جاملة يعني ما كنتش نقعد أنا طول عمري كده هوت نقعد يعني نشتغل وأنا جاعدة في إيه في البيت تاني حاجة ما تصحبوش حد من عليها كل واحد يبقى في حاله كده أحسن وبس هي تروحي كنوات كتيرة 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 على أساس اشتراكات الكندا مرة واحدة وخلاص أنا بنروح للقناة عاجبني الفيديو نتفرج عليه ما عاجبنيش نصه ونكتب لهم تعليق جميل بس هم حاجة لايك واشتراك وتعليق جميل هي هتفهم بقى الستي تروح ريحة جاية ايه تروح جاية كتبالك كتبالك